لا يزال هذا التسعيني يحتفظ بتاريخه وأخباره ليحدث الأجيال عنها ترويها جدرانه وممراته هذا القصر الذي أمر بلك عبد العزيز رحمه الله ببنائه في مركز قبة في عام 1351 للهجرة وذلك نظرا لما تمتلكه قبة من موقع جغرافي مهما كونها تعد البوابة الشرقية الشمالية لمنطقة القصيم وهمزة وصل بين خمس مناطق رئيسية اختيار الملك عبد العزيز على قبة لتكون مقرا لهذا القصر لكونها تحتل موقع جغرافيا قديما وحاضرا حيث تعتبر البوابة الشرقية لمنطقة القصيم ووقعها بالقرب من طريق حاج البصرة وكذلك همزة وصل بين خمس مناطق رئيسية بالمملكة تشترك معها بالحدود الإدارية كذلك لأهميتها عندما كانت هجرة مقطوعة بالصحراء لحفظ الأمن العزيز قصر جوانبهم هيوبة من مهابة صاحبه عذب الصفاتي قصر عز شيدة ولبنه وطوبه بمر من بمرته الكايداتي حاكم فعله تاريخه عجوبة جمع شعوبه بعد كانوا شتاتي ضمنت دارة الملك عبد العزيز هذا القصر كأحد أبرز المعالم التاريخية والذي يقع على مساحة تصل لخمسة عشر ألف متر مربع قسمت ما بين دور للضيافة وحدد من المقرات الخدمية يحتوي على مسجد وعلى غرف للضيوف وعلى مقر للبرقية وعلى سجن وعلى أبراج مراقبة وتم تأسيسه تزامنه مع توحيد المملكة العربية السعودية حكاية من الماضي بقت لتسريد للحظر والمستقبل تاريخ أهلها وتخبرهم عن أيامهم ومجدهم